هناك حيث تؤد الأحلام ويشيخ الأطفال من هول ما يرون ويقاسون هناك لا براءة الأطفال تسعف ولا وقار الكبار ولا حرمة لأحد ولا قيمة للحياة حتى إنها مخيمات الموت البطيء للنازحين في العراق في كل دول العالم وبجميع الصراعات يحظى الأطفال بقدر من الخصوصية فلا يكونون محل نزاع ولا محل اتهام إلا في عراق الديمقراطية الأمريكية والهيمنة الإيرانية يدفع الأطفال الثمن وأي ثمن مستقبل مجهول الملامح على وقع صياط السلطة سواء بقراراتها المستغربة أو بالإهمال المتعمد والحرمان من أبسط الحقوق كالتعليم منظمة هيومن رايس ووش قالت إن الحكومة في بغداد تحرم آلاف الأطفال من حقهم في الحصول على التعليم فقط للاشتباه بانتماء ذويهم لتنظيم الدولة إذ تطالبهم بوثائق مدنية للتسجيل في المدارس وعادة ما تكون تلك الأسر قد فقدت وثائقها إما خلال العمليات العسكرية أو صادرتها القوات الحكومية والميليشيات آلاف الأطفال يفتقدون لتلك الوثائق وترفض الحكومة استقبالهم في المدارس المتهالكة في المخيمات إذ أصدرت وزارة التربية قراراً بطرد التلاميذ غير الحاصلين على وثائق رغم تعهد أهلهم بجلبها لكن بات أشبه بالمستحيل الحصول على وثيقة ميلاد لطفل ولد خلال الحرب أو إن كان والده متوفياً أو معتقلاً أو مفقوداً فالسلطات الطالب النساء بشهادة وفاة أو طلاق لإصدار وثائق لهن ولأطفالهن والتي لا تتوفر لمعظم النساء لمفقيه نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة قالت إن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم هو شكل مضلل على نحو صارخ من العقاب الجماعي ودفع بهؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع إدارات المدارس في المخيمات تحدثت عن نسب تكاد تكون معدومة للأطفال في المدارس فبين أكثر من ألف وثمانين طفلاً في أحد المخيمات يرتاد خمسون منهم فقط المدرسة بينما يحرم الباقون من التعليم طبقاً لأوامر وزارة التربية التي طريد بسببها آلاف الأطفال من المدارس قنبلة اجتماعية موقوطة تقول المنظمات الإنسانية عن أولئك الأطفال وظلم صارخ وانتهاك لحقوق الإنسان يوصف التعنت الحكومي وسط صمت دولي أطال أمد المأساة اشتركوا في القناة